هذا التطور الكبير أتصور بأنه نابع من محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي الدفع إلى الأمام أو الحل بالإقدام وهذا ما نراه حاضرا في محاولته فتح جبهة في جنوب لبنان أو الرد التصعيدي تجاه أي تصريحات حتى وإن كانت ضمن نطاق يعني شعارات المقاومة التي تطلقها إيران المسائل هي تأخذ على محمل الجد على مستوى جانب الإسرائيلي والتطور الكبير الذي حصل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيد سماعيل هنية نتصور أنه تطورا كبيرا فيما يتعلق بالحرب مع حماس باغتيال رئيسها التنفيذي وفيما يتعلق بالمحور أو بالإقليم وهو القيام بالاستهداف في داخل طهران في داخل العاصمة طهران هذه التطورات طبعا ربما تدفع يعني الإسرائيل إلى الكف عن أي أعمليات تصعيد واتخاذ موقف الدفاع بعد هذا الانغماس الخارجي الذي استمر لمدة 24 ساعة ولكن كان فيه ضربات ذات تأثير كبير جدا لكن بالمقابل اتصور بأنه نحن الآن بانتظار طبيعة